ترجمة نانسي قنقر وققه قصف عنيف شمل على دماء القرى والبلات القريبة من الحلود السورية التركية التصعيد الأخير قبل برد عنيف من قبل المعارضة المسلحة بالهجمات المباغتة واستخدام الصواريخ بعيدة المدى في ريف حمى وريف اللاذقية ما أدى إلى مقتل العشرات من ميليشيا نظام الأسد إدراك روسيا بصعوبة السيطرة على إدلب إضافة إلى الموقف التركي الرافض لخرق اتفاقيات خفض التصعيد دفع روسيا إلى عرض هدنة جريدة على المعارضة تشمل جبهات القتال الممتدة من ريف اللاذقية الشمالي حتى قلعة المضيق غربي حمى وتنص على الوقف الفوري والشامل للقصف الجوي والمدفعي على تلك المناطق فصائل المعارضة اشترطت للقبول بالهدنة بانسحاب قوات النظام من كافة المناطق التي سيطرت عليها في ريف حمى خلال الحملة العسكرية الأخيرة ووجود ضمانات لعدم تكرار الخروقات من قبل نظام الأسد مراقبون يرون أن العرض الروسي للهدنة يعد مناورة سياسية جريدة وتهربا من مسؤولياتها أمام الضامن التركي المتمسك بالمحافظة على خريضة توزع السيطرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة وهو شرط وضعته أنقرة للمضي في مسار أستانا الحديث عن وقف اطلاق النار يبقي بصيص الأمل لنحو أربعة ملايين إنسان يعيشون في مناطق خفض التصعيد ويعتبرون بقاءهم في تلك المناطق قضية مصرية بعد إن طاررتهم نيران الأسد من منفا إلى آخر اشتركوا في القناة